نعقد يومه الخميس سعود جمادة الأولى 1445 الموافق لـ 23 نوفمبر 2023 مجلسا للحكومة برئاسة السيد عزيز أخنوش خصص لتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية وفي بداية أشغال هذا المجلس أكد السيد رئيس على التشبت والالتزام بالإصلاح الشامل لمنظومة التعليم وتحفيز هيئة التدريس للقيام بواجبها على أفضل وجه مذكرا بأن التعليم بالنسبة للحكومة يشكل ركيزة أساسية لتعزيز بناء الدولة الاجتماعية ومغرب التنمية كما يطمح له جلالة الملك محمد السادس نصره الله في هذا السياق أكد السيد رئيس الحكومة على أن الحوار هو السبيل الوحيد لتحقيق الإصلاح وإيجاد الحلول الناجعة ومعالجة المشاكل المطرح وتجسيدا لذلك يدعو السيد رئيس الحكومة النقابات لعقد جلسة للحوار القطاعي يوم الاثنين القادم مؤكدا على استعداد الحكومة لطوطيذ قنوات الحوار من أجل إيجاد الحلول الكفيلة بضمان جودة المدرسة العمومية بعد ذلك تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروعي مرسومين قدمتهما السيدة غيثم الزور الوزير المنتدى بلد رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة ويتعلق الأمر أولا مشروع المرسوم رقم جوج 23 ألف بتغيير وتتميم المرسوم رقم جوج 04426 بتاريخ 16 منذ القعدة 1425 29 ديسمبر 2004 بتحديد لائحة أيام الأعياد المؤدات عنها الأجور في المقاولات الصناعية والتجارية والمهن الحرة والاستغلاليات الفلاحية والغابوية ويندرج هذا المشروع في إطار العمل على تنفيذ التعليمات الملكية السامية بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية في المغرب مؤددا عنها واستنادا لمقتضيات المادة 217 من القانون الرقم 6599 المتعلق بمدونة الشغل وبعد الطلاع على المرسوم رقم جوج 04426 الصادر في 16 منذ القعدة 1425 29 ديسمبر 2004 بتحديد لائحة أيام الأعياد المؤدات عنها الأجور في المقاولات الصناعية والتجارية والمهن الحرة والاستغلالات الفلاحية والغابوية تم إعداد مشروع هذا المرسوم الذي يهدف إلى اعتماد 14 يناير رأس السنة الأمازيغية عيدا رسميا مؤداء عنه الأجور في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية ليرتفع بذلك عدد أيام الأعياد المؤدات عنها الأجور إلى 13 يوما في السنة ثانيا مشروع المرسوم رقم جوج 23688 بتغيير وتتميم المرسوم رقم جوج 77169 بتاريخ سعود ربيع الأول 1397 28 فبراير 1977 بتحديد لائحة أيام الأعياد المسموحي فيها بالعطلة في الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والمصالح ذات الامتياز ويهدف هذا المشروع إلى تغيير وتتميم المرسوم رقم جوج 77169 الذي يحدد لائحة العطلة الرسمية المؤداء عنها في الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والمصالح ذات الامتياز وذلك تنفيذا للأمر الملكي السامي بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة وطنية رسمية مؤداء عنها على غرار فاتح محرم بالنسبة للسنة الهجرية وفاتح يناير بالنسبة للسنة الميلادية والتي تم تحديدها في 14 يناير بناء على استشارة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ووصل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم جوج 23 980 بتغيير وتتميم المرسوم رقم جوج 16773 الصادر في 28 من شعبان 1438 15 ماي 2017 بتحديد تأليف لجنة العرائد واختصاصاتها وكيفية سيرها قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناتق الرسمي باسم الحكومة ويأتي هذا المشروع بناء على القانون رقم 7021 القاضي بتغيير وتتميم القانون تنظيم رقم 4414 وما أقره من تعديلات جديدة همت تبسيط شروط ممارسة الحق في تقديم العرائد إلى السلطات العمومية بالإضافة لاعتماد الرقمنة على مستوى تقديم العرائد والتوقيع عليها ومن أجل ترتيب الآتار الجديدة بيهدف مشروع هذا المرسوم إلى تغيير وتتميم المادة ربعة من المرسوم رقم جوج 16773 من أجل ملاءمتها مع أحكام المادة التاسعة من القانون تنظيم رقم 4414 كما وقع تغييره وتتميمه والتي نصت على أجل 60 يوما بدلا من 30 يوما لتوجه لجنة العرائد رأيها واقتراحاتها إلى رئيس الحكومة ويهدف هذا التعديل إلى تمكين لجنة العرائد من الوقت الكافي لدراسة العرائد المحالة إليها من حيث الشكل والموضوع تغيير وتتميم المادة ربعة من المرسوم جوج 16773 قصد ملاءمتها مع البند الخامس من المادة التانية من القانون تنظيم رقم 4414 والتي نصت على إمكانية التوقيع على لائحة دعم العريضة عبر البوابة الإلكترونية المخصصة للعرائد وكذا الفقرة الثالثة من المادة السابعة التي نصت على إمكانية تقديم العريضة عبر هذه البوابة وذلك قصد تسهيل جمع التوقيعات الخاصة بداعم العريضة وكذات يصير تقديمها إلى السلطة العمومية المعنية إثر ذلك تداول مجلس الحكومة والصادقة على مشروع المرسوم رقم جوج 23961 بتجديد الترخيص الممنوح لشركة مغتل S.A. بموجب المرسوم رقم جوج 0393 الصادر في 20 من ربيع الأول 1424 22 مايو 2003 قدمته أيضا السيدة غيتام زور الوزير المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة شكرا على المشاهدة إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي مرحبا بك